بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ضلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثمود but they the Quraysh have denied the truth Muhammad and the Quran when it came unto them this is the second clause of the oath i.e. by the noble and glorious Quran Muhammad has brought them the Quran therefore they are now in troubled case they are in error it is also said that this means they are confused and it is also said this means they are in disagreement some of them believe while others do not. And we send down from the sky blessed water, rain blessed with vegetation and benefit from which all things derive life, whereby we give growth unto gardens and the grain of crops, all kinds of grain that are harvested. وَنْكَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ أَفَعِيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسٌ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيتم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالغعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدَ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَضْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ بَحِيصٍ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدمار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن 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 can there be more to come and it will have more and it is also said that hell will say I am quite full I do not have room even for one extra man there in paradise they have all that they desire and there is more with us i.e. beholding Allah's countenance and it is said that this means in every hour and in every day they have with us an increase in honor and reward and in the night time him his praise pray for him the prayers of Maghrib and Gisha or the prayer of Tahajud and after the prescribed prostrations two units of prayer after the Maghrib on the day when the earth splitteth asunder from them hastening forth they come out of the graves that is a gathering easy for us to make